بندهش ازاي واحد بيعمل في نفسه كده ما قرأته اليوم حاجة عجيبة جدا يعني طيب علشان برضو نشلك حضراتكو لانه بصو كل واحد من حقه يكتب وحرية التعبير وحرية الرأي لا قد عليها على الاطلاق وإحنا بنرحب بأي رأي مخالف وأي رأي مختلف بنرحب بيه وبنزكيه وبندعمه وبنسقف له كمان لكن في إطار من الاحترام للسوابة الأخلاقية على الأقل لا الحقيقة النصيبة أنه هو بس ما ترى عشان إيه أسباب الدهشة حتبقى الناس هتفهمها أنه هو يدعي على غير ما يفعله هو طيب أو ما فعله في جمهورية الثلاث كتب الأستاذ محمود معروف زمان كان عبد البقال كشاف النادي الأهلي عندما يأتي بلاعب موهوب من الأرياف أو الأحياء الشعبية والأزقة والحواري ويضمه للنادي الأهلي يعمل إيه بقى عبد البقال يقوم بتصويره وهو بالبيجامة أو الجلباب والشبشب أو الصندل البلاستيك ويعلق صورته في مدخل النادي لمدة عام كامل حتى لا ينسى اللاعب نفسه وأصله والبيئة التي جاء منها وبيقوله الأستاذ محمود معروف وهذا تصرف غير إنساني ومرفوض طبعا تصرف غير إنساني ومرفوض بس اللي غير إنساني وغير أخلاقي الكذب أنا عايز أقوله إيه لا ده مش غير إنساني ده غير أخلاقي بس مين اللي عمله مين اللي عمل الموقف ده ده مسبت أولا تعال نقشها الأول من جانب الكابتن الأستاذ عبد البقال رحمة الله عليه وجانب النادي الأهلي هو فاهم الأستاذ محمود الذي عاش النادي الأهلي وبيقولك أنا أورخ لكل الأحداث إن النادي الأهلي ده أي حد يبيع اللي هو عايزه يعني هل يستطيع عبد البقال لوحده عبد البقال رحمة الله عليه إنساني ورحض يحطه على وحدة الأمنات في غيبة من مجلس الإدارة وغيبة من مدير النادي وغيبة من مدير الكورة وغيبة من كابتن الكورة وغيبة من زملاء اللعب وغيبة من اللعب نفسه إيه التهريج اللي انت بتقوله ده إيه الإسخفاء بالعقول اللي انت في الوقت بقى اللي انت اللي عمل كده حد تاني خالص لما جي اللعيب يسيب نديه المفضل راح مصوره في الدبلو مصور بيته لا استنى دي على إيه دي أنا إحكي لأنه لما جي كابتن رضا عبد العالي ييجي من الزمالك للأهلي في الواقع الشهيرة جدا اللي كان فيها مزايدات عنيفة وغيبة من النسخة 675 ألف جنيه تقريبا السعر اللي وصله وقتها مجلة الزمالك شنت حملة قاسية جدا أنا لازلت أذكر رحت أعمل حوار مع كابتن رضا عبد العالي في بيته في هاتيم أسرته كان ناسها تبكي من المعايرة الاجتماعية اللي تكتبت في مجلة الزمالك ضده كان الأستاذ حمد النحاس الله يرحمه معه الأستاذ محمود معروف والأستاذ عفضلطة واتكتب أنه علمناه في الزمالك إزاي يأكل بالشوكة والسكين ويجبناه مش عارف من بيئة ومعايرة اجتماعية غير أخلاقية بالمرة لدرجة أن أنا كتبت له ساعتها والأستاذ حمد الله يرحمه حمد النحاس كلمني قلت له مهند الكلام ده استفزني أنا كتبت له من كان منكم سليل العائلة الخدوية فليأتنا باسمه منتو كلكم وكلنا أولاد هذا البلد إزاي تعاير واحد إنه فلاح إنه فلاح وإنه من أسرة بسيطة وإنه والدته معرفش إيه وأسرته إيه هذه المعايرة الاجتماعية مارسها لدرجة زمالك على رضا عبد العلو عارف أنه ده أحد أهم أسباب إصرار الكابتن رضا أنه يمشي من هذا زمالك ويجي الأهلي يعني أنا أذكر أن الكابتن طارق قابل الكابتن رضا عندي في المكتب وكان خلاص بقى الخلاف احتدم وغيروا غيروا لاحظ شون اللاعبين كان ممنوع إن النادي يزايد على نفسه فالزمالك كان حطت قيمة كابتن رضا مئة ألف جنيه فغيروا اللايحة فيه عشان زمالك يتمكن من المزايد زمالك بعد 625 ألف واخد بالك كان حصته منها 250 ألف جنيه لأنه كان التحاد له نسبة التحاد نسبة واللعب له نسبة 40 عشرة والزمالك 50 فتخيل إن الكابتن رضا فالكابتن طارق مندهش قال له يا رضا أنت فعلا الزمالك دلوقتي أنت حتاخد من الزمالك حوالي 200 ألف جنيه يا ابني وحتاخد مننا 40 ألف أنت فاهم يعني إيه 10 تلاف جنيه في الوقت ده ده هو كان الخلاف أصلا على 10 تلاف الخلاف على المعاملة خد مننا أنا بقى الكابتن رضا الخلاف على المعاملة لما تقال له بابي فوق جمل قال له سلام عليكم هو طلب طلب قال له عجبك عجبك مش عجبك وهو كابتن رضا أنا كنتش مش فاهم ومش مستعم مش مسأدى كابتن رضا أنت فعلا عاستيجي لأهلي لما جيها قاعد معايا آه هتقوله أنت عارف أنت هتعمل إيه هتكتب تالي جوابات واحد لاتحاد الكورة واحد لزمالك واحد للمنطقة جالك في البيت في العجوز سعيد أيوة أيوة آه قال لي أيوة كابتن اكتب اللي أنت عايز وانا حمد لك عليك فتملكن الفضود فعرفت أن الناس عتعاملت معايا بطريقة آه لما الأنكت من كده ما فعله تحديدا الأستاذ محمود معروف في مجالة الزمالك آه زل ضموع قال له هو أنت ومش عايزيني يا كابتن فكابتن طريق بصير قال له لا 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 يا كابتن إذا كانت دي مشاعرك فعلا أهلا بيك أهلا بيك أنا بس مستغرب إزاي تضحي بمئتين ألف عشان تاخد أربعين ألف في النادي الآن فالأستاذ محمود معروف اللي بيقول عبد البقاء العمل هو اللي عمل كده ولا يمكن للأهل يعمل كده مع لعب من ولاده ولا يتعامل مع لعب كده من أسرة بسيطة قال إيه يصوروا وهو الكلام ده يا جماعة على اعتبار يعني خطورته فين لأنه معلش ده خطورته على أنه الناس اللي بتقرأ مش كل الناس راحت النادي ولا كل الناس تعرف إزاي ولا عاشت الفترة دي ولا عاشت هذه الفترة لما يتقال أن عبد البقاء اللي لعبت الأهل في السبعينات لأنه كان بيجيب اللعبة في الستينات والسبعينات كان الأهل بيصور اللاعب اللي جاي يخدمه اللي جاي ينتميله اللي جاي يدفع عنه ويسعد جمهوره يصوره بصورة وقال له هو بالصندل البلاستيك وبالشبشب وبالبيجامة ويعلق صورته لمدة سنة واللعب يلعب يعني إذا بكنتش تبقى الكلام ده فيه كذب حقيقي وافتراء على التاريخ طب أنت تقدر تطلع صورة ما تطلع صورة للناس بالشبشب بالبيجامة لكن مش معقولة أبدا عشان واحد زي السيد عبد البقاء المات أو الجيل القديم بتاع النادي الأهلي اللي انتقل للأهلي من زي ما أنت بتقول من الحواري والأزقة ومش عارف إيه وهي دية كلها مناطق شعبية هي أصل مصر لا يجب أبدا أن يوصف أبناؤها بهذه الأوصاف لأن الأهلي لا يمكن يتعامل مع أي لعب بينضم إليه وبيخلص ليه يا سيد أبراهيم هذا التعامل غير أخلاق الكافل صالح سلين في تلاتة وسبعين أما شاف في الجيل بتاع عزيزه الجيل العبقاري ده فقال الولاد دول وصفت قال الولاد دول لو لقوا مدير كورة يعلمهم يعني نادي الأهلي يعلمهم ويعاملهم كما أتمنى حيبقوا حاجة جامدة في كورة قلتلوا أنت تتمنى إيه قال أن يتعاملوا أنه ما يشحطوش حقهم يعيشوا بكرامة يعرفوا أنهم في نادي كبير له تقاليده وله قيمه يعرفوا يعني إيه يتعاملوا مع بعض وده السبب اللي خلت كابتن صالح ميسك الفرقة دي وسموها ساعتها التلامزة آه أنه علمهم الكرامة والكبرياء ومش هتوش حقهم كلمة دي هذا تفكير مسؤول في نادي كان يبدأ مشوار المسؤولية قبليه أستاذ وأستاذنا مختار التيتش عايز تفهمني أنه كان حد حيسمح أن ده يحصل في النادي وعشان إيه وده يعلم مين يعني يعلم الناس يعني ما ننساش نفسه مين قال كده يعني ما عاجب ننسى نفسه ما كل واحد عارف أصوله وعرف وبيفخر به وبيفخر به طبعا وإيه يعني إن أنا جيلك بشب شب غندي كان لاب صندر بصباع صحية وبيغزل بالمعزة صحية وقاض أكبر إمبراطورية وخلصها من التشرزم والتشتت ووحدها وحررها من الاستعمار يعني إزاي دايما نهجك وتفكيرك ولا أنت نسيت ولا ابتديت تنسى ولا إيه حكايتك مش عارف رأفة بالأجيال ورحمة بالحقيقة أرجوك يا أستاذ محمود